جامع يفرس أو ما يعرف بجامع ابن علوان ودلالته تتجاوز من مصلى إلى تاريخ وعلوم وروحانيات يقع في منطقة جبل حبشي إلى الجنوب الغربي من مدينة تعز بناه عامر بن عبد الوهاب وفيه يرقد ضريح الإيمام الشيخ أحمد بن علوان أحد رموز الصوفية في اليمن الآن نحن في مقام سيد الشيخ أحمد بن علوان الذي تعمر مئة وسبعة عشر سنة وولد في سنة خمسمائة وسبعة وثلاثين ولي توفي في سنة ستمائة واربعة وستين واربعة وستين توفي في ستمائة واربعة وستين والزائرين يأتي له من كل أنحاء القمهورية ومن خارق القمهورية محبة للسيد الشيخ أحمد بن علوان ومؤلفاته كتاب الفتوح ومؤلفاته كتاب الفتوح والتوحيد والمهرقان والبحر المشكل وعدت من الكتب التي هي ظاهرة والتي هي مخفية وما زال القامع لحد الآن أثري الذي بنه عامر بن عبد الوهاب الطاهري بأي مدورة طاهرية ليس الجامع مجرد حجارة أثرية استهوة الزائرين بل مزار ديني أيضا بنيت على سقف الجامع قبتين كبيرتين وتجاورهما ثمان قباب أخرى وتشقه ساقية مياه تصب في برك للماء وهي امتداد للساقية بطول ثلاثة كيلو مترات تنبع من منطقة هدار للمسجد مدخل شمالي غربي تمام يسمى باب السلام ومن القاه العدني يسمى باب العدني ومن القاه الشرقي يسمى باب الشرقي القامع تمتد إليه ساقية بطول حوالي ثلاثة كيلو متر متعرقة من منطقة هدارة وتمر عبر منعطفات ومخترقة للقبال خرقوا قبال تسوية بين الوادي والظفاء التي تؤدي للمسجد ووصل الماء على انسياب هندسي بديع ومن ذاك العصر إلى هذا العصر السواقي موجودة وعلى هيئتها وكما هي بمادة القضاءة القديمة له عشرة قباب منها ثمن متحدات بالمنظر وبالإقامة وثنتين كبار منها واحدة التي يقبر فيها الشيخ أحمد بن علوان والثانية من القبة الكبيرة الذي فيها المحراب مسجد والمنبر للخطيب المسجد في قبتين ضربت على أرقايها ملك الغرام يمدها ملك الغرام يمدها فتزيد عربيات الألفاظ ما أنشادات لنا الحديد وسبح البلمود يأخذ جامع يفرس الشكل المربع حيث يزيد طول كل أضلاعه عن الثمانية أمتار ويحوي على ثلاثة مداخل باب السلام وباب الشرقي والباب العدني ولا يمكن بأي حال فصل تاريخ الجامع عن سيرة بن علوان فشهرة العلامة هي ما أكسبت الجامع الصيط